بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين اللهم اجعل هذه اللحظات شاهدة لنا لا علينا يا أكرم الأكرمين يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه جاءك المذنب يرجو الصفحة عن جرم يديه أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال يطرح نفسه ما هي الأمور التي يحاسب عليها العبد نفسه أولا طاعة الله وطاعة رسوله فحاسب نفسك على طاعتك لله ورسوله فإن كنت مطيعا فاحمد الله وإن كنت مخالفا فعد فإن العود أحمد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون انظروا إلى طاعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فعن جابر قال كما عند أبي داود لما استوى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا ابن مسعود ثانيا الوقت وقد أقسم الله بالوقت لأنه فيه حركات بني آدم قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني رأى الفضيل بن عياض رجلا فقال له كم أتت عليك قال ستين عاما قال منذ ستين عاما وأنت في سفر إلى الآخرة يوشك أن تصل فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضيل وهل عرفت معناها من عرف أنه لله راجع فليعلم أنه موقوف بين يدي الله ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فقال الرجل وما الحيلة قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى لابد من استغلال الأوقات فيما يرضي الله تعالى في قراءة القرآن مثلا فهذا أحد الصالحين كان يفضل أن يأكل الخبز يابسا ومطحونا ولما سئل لما لا تأكل الخبز طريا قال ما بين مضغه وسفه قراءة خمسين آية في كتاب الله عز وجل لا بد من استغلال الأوقات في الاكثار من الذكر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه مسلم من حديث سعد أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٌ فسأل سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى بعضك فيا أبناء العشرين كم مات من أقرانكم وتخلفتم ويا أبناء الثلاثين أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم ويا أبناء الأربعين ذهب الصبى وأنتم على اللهو قد عكفتم ويا أبناء الخمسين تنصفتم المئة وما أنصفتم ويا أبناء الستين أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم حاسب نفسك عن كل كلمة قلتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدن من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعا حاسب نفسك عن حقوق العباد جاء رجل يشكو إلى عمرا وهو مشغول فقال له أتتركون الخليفة حين يكون فارغا حتى إذا شغل بأمر المسلمين أتيتموه وضربه بالدرة فانصرف الرجل فتذكر عمر أنه ظالمه فدعا به وأعطاه الدرة وقال له اضربني كما ضربتك فأبى الرجل وقال تركت حقي لله ولك فقال عمر إما أن تتركه لله فقط وإما أن تأخذ حقك فقال الرجل تركته لله فانصرف عمر إلى منزله وهو يقول يا ابن الخطاب كنت وضيعا فرفعك الله وضالا فهداك الله وضعيفا فأعزك الله وجعلك خليفة للمسلمين فأتى رجل يستعين بك على دفع الظلم فظلمته ما تقول لربك غدا إذا أتيته وظل يحاسب نفسه حتى أشفق عليه الناس أيها الإخوة والأخوات يقول الفضيل بن عياض من حسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسنا منقلبه ومآبه ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزي والمقتي سيئاته حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان وظلمت نفسي في فعالي كلها ويحي إذا من وقفة الديان يا أيها الإخوان إني راحل مهما يطل عمري فإني يفاني نوح الحمام على الغصون شجاني ورأ العذول صبابتي فبكاني إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان يا ربي إن عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من نظنيران فارحم تضرعه إليك وحزنه ومن عليه اليوم بالغفران يا ربي إن لم ترضى إلا ذاتقا من للمسيء المذنب الحيران أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله أن يغفر لنا وأن يسطرنا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى لقاء قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته